وإلى فضاء الكهرباء حيث سخونة الأجواء والأسعار تحاصر جيوب الأهالي وتزيد من متاعبها فقد طالب أهالي صلاح الدين الحكومة المحلية مراقبة عمل المولدات الأهلية بعد زيادة حصص الوقود وذلك مع تلميحات إلى وصول سعر الأمبير إلى 16 ألف دينار في بعض المناطق وعدم استبعاد وصولها إلى 20 ألفاً في الشهرين المقبلين المطالبات الشعبية شملت أيضاً الموازنة بين أسعار الخط الاعتيادي والذهبية لأن الغالبية العظمى منهم غير قادرة على دفع التكاليفة وهي بحاجة ماسة للكهرباء ما يتطلب مراهة أوضاعهم واحتياجاتهم في الشهرين المقبلين من فصل الصيف